السلام عليكم يا شباب انا دكتور مصطفى كريم وهاي منصة هاوس اكاديمي اليوم ان شاء الله رح نبدأ معكم المحاضرة الاولى من سلسلة محاضرات Medical Terminology او ما يسمى بالمصالحات الطبية بداية قبل ما ابدأ من المحاضرة احب برحب بكم في منصة هاوس اكاديمي وان شاء الله رح نبدأ سوية رحلة مليئة بالنجاح والتفوق محاضراتنا اليوم رح نحكي بيها مقدمة بسيطة Medical Terminology ليش تم انشاء هذا المصطلح او لماذا تم انشاء المصطلحات الطبية بصورة عامة وشنهي الفكرة من موضوع او فكرة اللغة الطبية الموحدة بين الاطباء في محاضراتنا اليوم رح نحكي بيها مقدمة تعريفية عن نشأة المصطلحات الطبية وفتشي بسيط عن بعض المصطلحات الطبية المحاضرة الثانية رح نحكي بيها اكثر عن تفاصيل اكثر يعني لازم تحفظوها وتعرفوها نمتي اول شيئاكم بالانترادكشن نحكي عن Language of Medicine او لغة الطب العديد من المصطلحات الطبية اللي احنا استخدمها اليوم حياتنا الطبية هي اصلا ترجع للاصور البدائية من الحضارات او التاريخ البدائي او المبكر من الحضارات لغة الطب The Language of Medicine dates to the time when people had only spoken language نترطن يعني اللغة الطبية هي قديمة لدرجة ان هي ترجع بالزمن للحظة او للوقت اللي كان بين الناس فقط يتكلمون بس ما عندهم كتابة يعني كلش قديمة شو نصر هذا الشيء The ancient people gave names to the parts of their bodies الانسان القديم انطأ اسماء للأجزاء المعينة من جسمه كذلك انطأ اسماء للأمراض وهم بنفس الوقت انطأ اسماء للعلاجات اللي يستخدموها to the cures they used قبل ما يبدون بالكتابة أصلا هم أصلا كان عندهم لغة يتكلمون بها سموا بها الأجزاء من جسمهم وسموا بها الأمراض وسموا بها الألاجات اللي كانوا يستخدموها بذلك الوقت وبعض من هذه الأسماء اللي كانوا يستخدموها سابقا ما زالت انه هي احنا يستخدمها حاليا في اللغة الطبية طبعا أكيد اكد بها يعني صار تغيير وتحوير لكن أصل هذه الكلمات يعود إلى عصر عندما كان الناس يتكلمون فقط ولا يكتبون وما زلنا احنا إلى الآن نستخدم هذه المصطلحات اللي هو المصطلحات الطبية على سبيل المثال رح نطيقكم مثال أثبت لكم بأن واحد الأمراض اللي احنا حاليا نستخدم اسمها واللي نتعامل بها بالطب هي أصلا تم تسميتها من عصر قديم جدا واحد من هذه الأمثلة اللي هو الكنسر السرطان قصة الكنسر يا شباب عندما كان الشخص يصلي بي سرطان طبعا هالا وين كان بالحضارة الأغريقية اليونانية أو الأغريقية كان الشخص يصلي بي كانسر ووزنه ينزل يضعف شوية شوية وتتخربط أموره لحد ما يموت فهذا الشي خلل الإنسان القديم يفكر أنه الأشخاص اللي دي يصلي بيهم هذا المرض كأنه ما أكو شي بداخلهم دي يأكل بيهم لهذا سموه سموه كانسر أو كاركنوس أو كراب اللي هو شنوه اللي هو هذا شباب سرطان البحر كاركنوس تم تسمية اسم الكانسر مرض السرطان يثبتنا على حيوان سرطان البحر فعل لأنه الشخص اللي كان يصلي به كانسر بذاك الوقت كان يضعفه وينزل وزنه ويتآكل منها الداخل إلى أن يموت بالتالي تم تسمية المرض على اسم هذا الحيوان اللي يأكل بالأشياء أكو فد معنوة ثانية إنه ميديكال ترمينولوجي أصلا بدت أكو فد شي يعني تابع لميديكال ترمينولوجي العفو اللي هو إذا تعرفون العالم اللي هو هايباكراتس أو أبقراط أكو فد شي كان أبقراط يعني يسوي اللي هو طبيب يعني يوناني كفل شي سوا والحد الآن إحنا نستخدم كليات الطب وأنتم رح تستخدموا كلكم ومعروف جدا اللي هو هايباكراتس أوث هايباكراتس أوث هو القسم الطبي اللي أسسه هو أبقراط الطبيب اليوناني ومازال إلى الآن يتم استخدامه في كليات الطب في جامعات الطبية هذا هو الهيباكراتس أوث اللي اخترعه والبي أسسه هو العالم والطبيب اليوناني أبقراط هاي فكرة أو نبلة تاريخية عن موضوع المصطلحات الطبية إنه إحنا أصلا بعض الأشياء اللي نستخدمها بالوقت الحالي ترجع بالأصل إلى أصور قديمة جدا من أصلها من الحضارة الإغريقية أو اللاتينية أو يعني اللاتينية هي نفسها رومانية شباب الميديكال ترمينولوجي أو المصطلحات الطبية من شنو إجدت العديد من المصطلحات الطبية قد أنشئت أو أصلها مباشرة من من مصطلحات قديمة يا أما يونانية أو يا أما رومانية فعادة أكل عديد من المصطلحات الطبية التي نستخدمها بالطب يعود أصلها أما للحضارة اليونانية أو الحضارة الإغريقية وهذا جاب لكم مثال جدا على الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية مثال على هذا الشي شنو The word nerve عصب It is derived from the Latin nervous كلمة العصب جدت من كلمة أغريقية أو لاتينية اللي هي nervous يعني هي كلمة إنجليزية بس أصلها شنو أصلها nervous لاتيني بما معناه عصبي العديد من العديد من الناس من حضارات مختلفة بقوا يستخدمون هذه المصطلحات القديمة حتى في لغاتهم والدليل هو أنه نير هي كلمة إنجليزية بالمناسبة كذلك طبية أصلها من شنو أصلها ancient term من Latin culture في المصطلح لاتيني وتم استخدامه باللغة الإنجليزية كذلك تم استخدامه باللغة الطبية بالرغم أنه شكل الكلمات تغير لكن roots هنا هذا أهم شيء roots الجذر أو أصل الكلمة يبقى نفسه ممكن الكلمة تتغير لكن أصلها يبقى ما رح تتغير root ما للكلمة ما رح يتغير وهذا فكرة root كلش مهمة بدراستكم لن رح تعرفون أكو هواية أجزاء بجسمنا وامراض بيها roots لازم نحفظة رح أجاء أحشيركم عنها بإسلادات جاي وحتى من الكلمات تطورت وحتى من تغيرت الأمراض وجدت أمراض جديدة بقى origin بقى نروت نفسه تابع أمن تابع لحضارة اليونانية والحضارة الرومانية أو اللاتينية فالعديد من المصطلحات الطبية التي نستخدمها في حياتنا الطبية ومصطلحات التي نستخدمها في المستشفيات هي أصلها أو الروت مالتها يعود إلى الحضارة اليونانية أو الحضارة الإغريقية العفوان اليونانية أو الرومانية زين شنو هي أهمية اللغة الطبية إحنا ليش غلينا فتشي اسمه مصطلحات طبية لازم ندرسه في كلية الطب خب كل من يقرأ على حسب هو فهنة إحنا هسا كأطباء أنا طبيب بالنسبة لي عربي أو عراقي وكطبيب ثاني أجنبي يتكلم اللغة الإنجليزية وكطبيب ثالث هندي من أني أريد أنقل الطبيب يريد يسافر عفوان المريض يريد يسافر إذا أكون مريض معين يريد يسافر للهند أو يريد يسافر لأمريكا حتى يتعالج لازم أني أكتب له تقرير يحتوي على حالة مرضية حتى الطبيب الذي موجود بأمريكا أو الطبيب الذي موجود بالهند يقرأ هذا التقرير وعلى أساس يشوف حالة المريض ويقرر شنو يكملوا إذا أنا أحجي بلغة عربية وريد أحول المريض مالتي للهند ومعقول أراح أروح أدوز للغة الهندية حتى أحول مريض واحد للهند أو أمريكا فهنانا طلعت طلعت فكرة المصطلحات الطبية الموحدة بين كل أطباء العالم أن تكون لغة طبية بيها مصطلحات ثابتة يعني مثلا نيرف وينما راح الروح هو نيرف حسب الهندية أرف نيرف والإنجليزية أرف نيرف والعربية أرف نيرف وكذلك العديد من المصطلحات الثانية الأمراض اسمها يبقى ثابت كل دول العالم مستحيل أنه تتغير هذا الهدف من عنده لحماية المريض حتى مريض من يتحول من طبيب إلى طبيب ثاني ويختلفون باللغة ما يوقع المريض بالنص ويتيهون لطباء بيناتهم ما يقدرون يتواصلون يعني فيما بينهم لهذا أنشئت فكرة المصطلحات الطبية الفكرة وين أكثر شيء اسمه يعني هو إذا أحنا ما كدرنا نحتي ما كدرنا نقرأ أو نحتي المصطلح أو ما كدرنا نكتبه بصورة صحيحة ما كدرنا نكتبه أو ما كدرنا نحتي هذا ممكن سوفت خطورة جداً كبيرة على الحياة المريض مثلاً إذا أحنا نريد نكتب في الدوز معين الدوز يعني جرعة معينة من الدواء المريض موجود مستشفة كانسر أو سيطان طبعاً الأدوية الكيميائية الجرعة بها حساسة جداً لهذا أنا ما كدر أكتب يعني هو المريض يحتاج عشرة ونكتب لمية رح تكتله وأكو أرقام لاتينية وأقام بالعربي وأرقام بالإنجليزي فلهذا هذا الشي الخطأ الطبي بالكتابة الكتابة بحد ذاته ماذا نحجي عن لغة الطبية لا الخطأ الطبي بالكتابة مثلاً يتقل لعشرة للممرض أو لأي شخص من ويكتبها مية هذا سوى يعني أنتج عنا موت العديد من الأطفال في مستشفيات السلطان بصورة عامة سابقاً والأعزاء ممكن لحد الآن أنه تصير وفيات سببها هو أنه الكلمة لم يكتوبها بصورة صحيحة أو دوز لم يكتوبها بصورة صحيحة لهذا أو أو هذا ممكن نسوي العديد من المشاكل وصراحة قبل فترة كان أو موضات حيوي من كتب الطفل موضات كان مكتوب به بالذرات شيئة مية ميت ميلي جرام من دواء الأمي كاسين أخلأ أكتب لكم يا حافق خافتكم فضول تقرون عنه اللي هو الأمي كاسين هذا الدواء من هو أنتبايتك موضات حيوي من ننطيح نبدأ عالية جدا تأذي الكلا بس إحنا مرات نحتاجه نحتاجه بعديد من الالتهابات فأكو طفل ما أخذ يعني أمي كاسين مرفوض يأخذ 100 ميلي جرام بالوصفة الطبية كتبت بطريقة خاطئة أكو صفر نظاف فالطفل أخذ 1000 ميلي جرام وسببت لمشاكل على مستوى الكلا وحتى الأمي كاسين بحد ذاته تسوي مشاكل على مستوى السمع أيضا يعني هي تأثر على السمع وعلى الكلا فوقت الطفل صارت عنده مشاكل بس يعني قدروا أنه يتلاحقوا له فهذا هلس الموضوع ذكرني بهذه الحادثة صارت تقريبا سنتين أو هيد شي أنه فعلا هاي الأشياء موجودة ممكن يصير لهذا كتابتك للمرض وكتابتك للجرعة وكتابتك للدواء هاي مؤثرة ومهمة جدا في حياة المريض اللي أنت بتتعامل وياه وغض النظر عن الرتم مستيكس أنه أنت ممكن يصير عندك أخطاء بالكتابة أنت كهيلث كير بروفايدر كشخص مسؤول عن الرعاية الطبية لازم دائما تشيك أكثر من مرة الوصفة الطبية ماتك الشوم مكتوبة وبياطة لقمكتوبة والدوز اللي كاتبة أو الجرعة اللي كاتبة مهم أنه تنطئ انتباه لهاي المواضيع لأنه أنت تتعامل وياه حياة بشر وهذا ممكن الموضوع يسوي المشاكل قانونية بالنسبة للمريض يعني مثل ما حجنا المريض من حق أنه يتوقع من عندك أنه أنت تقدم لأفضل خدمة طبية ممكنة إذا أنت ما تفتهم الكتابة اللي موجودة أو إذا طبيب حجالك شغلة وما افتهمت عليه هذا ممكن نسوي كارثة في بعض الأحيان لهذا أنت لازم تتعلم شنون تتكلم المصطلحات الطبية وكذلك شنون تكتبها وهذا الموضوع شون يجي It is a matter of practice إحنا راح نعلمكم اليوم المصطلحات الطبية وشن فكرتها لكن يبقى الموضوع matter of practice يعني بالممارسة أنه أنت من تكتب المصطلحات الطبية أكثر من مرة من تحتيها أكثر من مرة راح تتعود عليها وراح تعرف شن يعني hepatitis مثلا ومن تكتب قدامك تعرفها لهذا هي تعتمد على الممارس أيضا بس أنت لازم عندك knowledge لازم عندك أساس معلومات على أساس تسوي practice وهذا هو هدف محاضرتنا اليوم لهذا أنت عليك لازم تتعود على الكتابة الصحيحة of terms تتعود 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 نفسك وتمارس كتابتها دائما and of seeing the terms over and over كذلك تشوف هاي التيرامس تشوف هاي المصطلحات أكثر من مرة حتى تتعود علي أملائها وتقراها وتفتهمها ممكن ببداية أنتو كمرحلة أولى تواجهوا مشاكل بالموضوع لكن بعدين شوية شوية من تقراها أكثر من مرة من تكتبها أكثر من مرة راح تصل عندك براكتس بها راح توقف فيها بعد نهائيا لهذا هاي بعض المصائح you have to pronounce a word out loud يعني تتلفظ الكلمة بصوت عالي كل ما تشوف بها الكلمة هذا راح يساعدك أنه تتعلم الشون تحتي الكلمة وشون صوت هيكون يعني مثلا نقول هباتايتس 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 راح من تكتبها وتشوفها بعينك أيضا أنت راح تتعول على هذا الشي فالموضوع باختصار أنه أنت لازم تكتب المصطلح الطبي تقرأ أكثر من مرة تحتيب صوت عالي حتى تسوي براكتس حتى تعلم نفسك على هاي المصطلح ات المحاضرة الثانية راح نكتب لكم بها الروتز نكتب لكم بها بعض الأمراض لك تكتب بس هاي لطيك واني مقدمة بسيطة عن مادة المصطلح الطبي أيضا هنا النصيحة الثانية أنه لازم تكتب وتتحجي وتحجي المصطلحات ممكن ويا بارتنر ويا شخص تاني حتى أنه تتعاودون وصعدكم براكتس أحسن هاي طبعا بعض الأجزاء اللي موجودة بجسمنا وليس الطبية يعني هاي الثايرويد يعني الغدى الدلقية بالطب هي تبقى نفسح الثايرويد الرأى الكدني أو الكلة الجهاز البولي هذا هنا جهاز التناسلي العمعاء بنكرياس استومك ليبر والثايمس اللي هي عبارة عن غدى موجودة بالقفص الصدري مسؤولة عن الخلايا اللينفوسايت الخلايا اللينفاوية اللي موجودة بالقريات الدم هاي مسؤولة عن تعليمهم رح تدرسوها أكثر بمرحلة الأولى مادة البايو هنا نضيف لكم بعض المصطلحات اللي ممكن راح تطرقوا لها مثلا هنا اللانج اللي هي الرأى بانجليزي لانج اللغة الطبية برمانري سيستم هنا الكدني أو الكلة اسمها نفرو باللغة الطبية بانجليزي لانجليزي根 استومك لاه它 بالميدان اللغة الطبية اسمها غاسترو الليفر اللي هو الكبد باللغة الطبية اسمه هيباتو بنكرياس stay the same بانجليزي بانجليزي هذا هو system of the body راح نطلق لها اليوم اللي أحتيكم على هذا الموضوع اللي هو كلش مهم هنا هي لبة محاضرتنا هذا اليوم شباب المصطلح الطبي متكون من أجزاء ثلاثة الروت اللي هو جذر اللي حتينا عليك أن يكون أصلا عادة أما لاتيني أو يوناني السوابق تسفيكس اللواحق عادة المصطلح الطبي متكون من هاي ثلاثة أجزاء بس لم يدعى من ثلاثة ممكن هثنين وشاطئنوف أدينية ثلاثة اجزاء موجودات ممكن ال lleخ التباك Commissioner المصطلح الطبي متكون فقط من روت ومن سفيكس أو ممكن للقاه متكون من ثلاثة عادة عن the prefix راست Three بس تعرفون منتجون المصطلح الطبي كأنما عراض متكون من كثير 與Д لواحق قبل نهاية الكلمة and prefix سوابق قبل الكلمة يعني طبعا هاي الملاحظة اللي حجتها اني مو كل المصالحات الطبية بيها لثري بارتس مو كلها بيها الاجزاء الثلاثة اللي هي الروت والسفكس والبرافكس لا بعض المصالحات الطبية تحتوي على ثلاثة وبعضها يحتوي على اثنين راح أطيكم مثال بسيط جدا اول اكسامبل راح ناخذه اللي هو مصطلح اسمه طبعا انتم تجون تباون هاي الكلمة طويلة جدا راح تدخون بها بس من راح يساعدكم براكتس حتى لو كلمة انتم متعرفون شنو معناها من التفصيخ راح تعرفون معناها وتصلون الى معناها شباب بيرينيورايتس معناها التهاب نيرف معناها عصب معناها حول بيرينيورايتس معناها انتهاب حول العصب او دائر مدائر العصب راح تشوفون هاي اربع كلمات اختصرت بكلمة واحدة هاي هي احد اهميات احد اهميات اللغة الطبية والمصطلحات الطبية موكا بنكتب كلمة متكونة من اربع حروف بنكتب كلمة متكونة من مقطع واحد عفوان جملة متكونة من اربع حروف وان انا كلمة من مقطع واحد نجي نفصخها عفوان بيرينيورايتس 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 شون فصخناها على هذا الاساس يعني واحد يسعني ليش بخلينا بيرين ويورايتس واحد هنا احنا ادنفت خزينة من الكلمات اللي احنا نعرف هو اللي لازم نحفظها يعني هاي البري انت لازم تحفظها هاي الايتس انت لازم تحفظها لنيور ايضا لازم تحفظها والموضوع المصعب سهل جدا هاي تحفظوها هسا بري معناها حول اي كلمة طبية بيها بري معناها حول يعني داير ما داير نجي نفصخناها عفوا ثانية واحدة نعم نجي نفصخنا هاي الجملة هاي هي اجزاء هالثلاثة هذا هو البريفيكس اللي هو قلنا بداية الكلمة البواده الروت هو النيور والسافيكس هو الايتس احنا جبنا هسا طلق فصخناها ثث اجزاء عرفنا هذا الروت هذا سافيكس هذا البريفيكس لازم احنا ننسى شنو لازم نعرف معنا هاي الاشياء انا بري اعرفها انه هي الراوند حول زين نيور اعرفها انه هي نيور حافظها هاي حافظها هاي وراح نحفظها لازم بالمحاضرة الثانية احنطيكم امثلة عن البريفيكس وامثلة عن السافيكس وتحفظوهم ومصابت وميطولة كذلك امثلة عن الروت طبعا زين هساني بري عرفت الراوند نيور عرفتها نيرف والايتس معناها انفلميشن فاني اعرفت انه هاي هاي الكلمة معناها انفلميشن اراوند دي نيرف هالبساطة هاي مجرد بفصخ الكلمة هاي تحفظوها الايتس معناها انفلميشن شكوا كلمة بنهايتها ايتس معناها انفلميشن يعني هسا احطيكم مثال هنا شباب قبل شويش قلت شوفتكم انا شوفتكم قلت لكم الليفر معناها هي باتو تمام هذا المقطع الاول وهذا المقطع الثاني هاي الكلمة متكونة من جزئين ومن ثلث اجزاء يعني بري نيراتس متكونة من ثلاثة واحد اثنيين ثلاثة هباتاتس متكونة من جزئين فقط واحد اثنيين ماكو البرافيكس البوادق ما وجودة هنا وهذا الشي عادي فاحنا منا جنباوة انباوة علنا هاتي الكلمة اول شي شفنا شنو شفنا بمقطع ايتس معناها شنو قلنا احنا نعرف انه معناها انفلميشن حافظيها احنا شباب انفلميشن معناها اتهاب هس عرفة ثانية ايتس معناها كل اتهاب دائما تجربنا هاتي الكلمة دائما الايتس معناها هي سفكس دائما تجربنا هاتي المصطلح زين اعرفت انه اكلتهاب وين؟ هبات هبات معناها شنو؟ معناها لفر هس عصات عندي كلمة انفلميشن التهاب الكبد هاي هي المصطلحات الطبية مجرد انه اقفت كلمات حافظها يعني اعرف اعرف اصلا انه سوفكس انفلميشن العفوان الايتس الايتس هي عبارة عن سفكس والايتس معناها انفلميشن فابا وابنها هاتي الكلمة شفت ايتس معناها اكون انفلميشن الكلمة القبلها شفتها بيري نيور اذا اعرفت بيري هما عرفها بيري عرفها هي بريفيكس معناها الرامت ونيور عرفها الروت معناها نيرف فاذا صارت عندي فكرة انه اكو انفلميشن بالنيرف بما انه قبل بيري معناها حول النيرف مو بالنيرف نفسه زين اذا اكو هنا انا مثلا مكتوب انيورايتس شباب هاي الكلمة متكونة من مقطعين ليش انا نيور اعرفها اصلا انه هي روتس والايتس انا اعرفها اصلا انه هي شنو انه هي سافكس فصخت الجملة او الكلمة عفو هاي ايتس معناها اكون افلميشن هذا نيور معناها شنو نيرف اذا الافلميشن نفسه العصب هو ماتتهب اذا اضفنا قبلها بيري صارت بيري نيورايتس معناها العصب مو نفسه ماتتهب لا الداير مدائرة ماتتهب صارت باسة طبعا فهاي هي الفكرة من انه احنا لازم نحفظ نحفظ البريفيكس ونحفظ السافيكس وراح نطيكم كل هاي الشغلات لازم تحفظوها حسنا مبدئيا رايدكم تحفظوها تجداء من ابناءة الكلمة معناها وتعرفون انه بيري تجداء من ابناءة الكلمة معناها وراح نطيكم امثلة اكثر تحفظوها حتى تفتهمو شنو يعني بيري نيوراتس مثلا هسا هذا نيرف هذا هو العصب تمام فيصير الارتهاب داية مدارة العصب الغشاء ماته هذا الصورة توضحية حتى ما الدخون ما الدخون طرقوها في جوجل أسا هذا مثال ثاني على كلمة متكونة من مقطعين هذا المصطلح راح يمر عليكم كل شو هاي شباب سايتولوجي المقطع لوجي عفوا المقطع لوجي هذا هذا تحفظوه ابارة عن شنو ابارة عن سافكس والمقطع سايتو ابارة عن روتس شنو معناها لوجي معناها علم ومطع سايتو معناها شنو؟ معناها خلية فسايتولوجي علم الخلية سايتو هو الروت واللوجي هو السافكس هاي كلمة متكونة من مقطعين ما بها برافيكس بها فقط روت و سافكس هاي المثال الثاني اكو عدتكم مصطلح ثاني راح يمر عليكم دراستكم الكلية اللي هو هذا هستولوجي قبل ما احكي لكم عن الهستولوجي معلومة لكم كلمة سايتو اصلها ايضا لاتيني ومعناها تلف للعيش من عدها يعني يشتقوا كلمة الخلية اللي هي سوها سايتو واللوجي المقطع دائما اللوجي يجي بنهاية الكلمة هذا سافكس معناها علم مني نقول مثلا هستولوجي انا اعرف ان اللوجي هو عبارة عن سافكس عبارة عن لوحق تجي دائما من هذه الكلمة فعرفت ان احنا ننهجة عن علم وهستو شنه يعني هستو معناها تشو شنه يعني تشو يعني نسيج علم الانسجة هاي شباب واحد يقول لي شنعرف هاي سافكس لو روت لو بريفكس لأ انت راح تحفظان يعني انت لوجي هذا المصطلح تعرف انه هو دائما يجي بنهاية الكلمة معناها شنه معناها علم ماكو كلمة بيها اللوجي صار ببداية اللوجي هو دائما بالنهاية الاتس دائما يجي بالنهاية ومعناها information ما يجي بالنص ولا يجي بالبداية لا يجي دائما بالنهاية فتحفظون الكلمات السافكس شنه هي وهي مصطلحات طبية حفظ يعني مو فهموا بس لا لازم تحفظ لكم مصطلحات وكلمات لازم انه تحفظها ومو صعبة ابدا ورح تتعاوضون عليها هذا مثال ثاني عن كلمة متكونة من ثلاثة اجزاء شوفوا شباب هاي الكلمة اندوكاردايتس كلمة واحدة مقطع واحد عوضني عن اربع كلمات ممكن احجي بها هاي هي فائدة المصطلحات الطبية زين نجينا حتى نفسخ الكلمة شفت ايتس معناها نعرف شنه حتى ما يسأل هجوم هذا الايتس انا عرفت انه يجي دائما من نهاية الكلمة معناها شنه معناها انفلميشن زين كاردي راح واحد يقول لي كاردي طبعا هناك فالشي راح تخذوه بالمحاضرة الجاية انه بعض الحروف يعني تنحدف او اضافلها او حتى جملة تطع كلمة تطع صحيحة بس هاي هنا كاردي هي اصلها مو كاردي كاردي بس الاي لانه اكو اي وراها مع الايتس حذفناها وبقينا الاي مع الايتس بس هي كاردي كاردي شنه يعني شباب كاردي معناها هارت قلب زين هساني باعد شفت معناها انفلميشن شفت هاي الايتس انا عرفها دائما تجيبني هاي تلك المهات معناها انفلميشن لائتس زين كاردي شفتها معناها هارت اذا اكو انفلميشن بالهارت وين انفلميشن بالهارت اندو هاي الكلمة جديدة اندو يا شباب طبعا هنا فصخناها من جديد هذا السوفيكس اللي هو الايتس دائما قلنا يجيب النهاية الكاردي هو الروت معناها قلب وهذا نحفظه طبعا هذا اندو ايضا كلمة بريفكس نحفظها جديدة معناها شنو؟ معناها انسايد داخل القلب القلب متكون من ثالطبقات الغلاف والعضلة الأساسية والتجوف الداخلي إلها معناها بالتجوف الداخلي معناها بالتجوف الداخلي معناها انفلميشن معناها التهاب اذا هو انفلميشن انفلميشن انسايد انفلميشن انسايد التهاب بداخل تجويف القلب حتى شوفوا الكوميام الدخون هو هذا سبب هذا القلب من الداخل احنا سقاصي هاي هو البطين الفنتركل هاي البطانة الداخلية هاي احنا سونا الهزوم هنا هذا هو الالتهاب هذا هو الاندو كارداتس هاي يعني هذا داخل القلب احنا سبب داخل القلب هذا هي الصبامات هاي تجوف الداخلية البطانة الداخلية هذا هو الالتهاب اللي هو الاندو كارداتس بمناسبة إنو كاردايتس يعني إن شاء الله بما رح أساسها من رح تتخرجون موضوع مهم جدا هاي المثال الثاني عن انفلميشن همنا بالهارت استخدمنا شنو هالمرة؟ استخدمنا المقطع بري هسه إحنا شنو بري كاردايتس نجا نفسخ الكلمة نعرف إنو آيتس معناها انفلميشن وأصلا نحن نعرف بري معناها شنو؟ معناها أراوند حاول وقلنا آيتس نفلميشن معناها شنو؟ معناها التهاب وقلنا كاردايتس معناها شنو؟ معناها هارت إذن هنا نحن نفصخها طبعا هذا هو السوفيكس الآيتس أخير واحد معناها انفلميشن الكاردي احنا حاضي معناها heart والبري ايضا جملة احنا عرفناها قبل شوية معناها around ايضا تجي بريفكس تجي بادئ اذا معناها شنو المجرد شن الاندو خلينا ممكنها بري تغير معنا الجملة كامل او الكلمة كامل هنا كانت اندو كاردي ايتس كاردي ايتس معناها انفلميشن of the heart اتهاب قلب قبلها كلمة اندو صارت داخل القلب شن الاندو خلينا شنو ممكنها خلينا ممكنها بري صارت دائر مدائر القلب بري كاردي ايتس حول القلب around the heart هذا هو هاي صورة بري كاردي ايتس شباب الheart عضلة اكو دائر مدائرها في غشاء هذا الغشاء يحيط بالعضلة تمام هذا الغشاء من يصير بيلتهاب يلتهب الغشاء شنو اسمه يصبح له بري كاردي ايضا بس هذا يعني راح الدخون به شوي الغلاف هذا من يلتهب يصبح له بري كاردي ايتس التهاب حول القلب بغشاء القلب كلمة بري كاردي ايضا هي عبارة عن شنو عبارة عن روت عبارة عن سافكس بري معناها حول كاردي معناها قلب فالجزء اللي هو دائر مدائر القلب اللي هو غشاء القلب من يصير بيلتهاب قلنا هذا ايتس التهاب كاردي معناها قلب و بري معناها حول ها هي صورة لبري كاردي ايتس اكفد مصطلحين شباب كل شهوية راح يمران عليكم هم راح اعلمها لكم اليوم قبل ما احكولكم عن هاي الشغلة اكو كل امتين تحفظها وجدنا تعرفون فرق بيناتها هايبر وهايبر لاني دائما نجنب بداية الكلمة لاني دائما يعني شنو لاني دائما بري فيكس بداية يعني بوادئ نبدي بهين الكلمة يعني ما راح نقاهم بالنهاية لا لاني دائما نجنب ببداية شي دولان على شنو هايبر معناها ارتفاع وهايبو معناها انخفاض تمام وحتى ما تخربطون بيناتهم ارتفاع بها حرف الرأ والهايبر بها حرف الرأ هايبر ارتفاع هايبو انخفاض زين اكفد غدة بجسم الانسان اسمها الثايرويد اللي هي الغدة الدلقية الموجودة بالرقبة هاي هي روت اسمها بالانجليزي ثايرويد وبالمصطلح الطبي ثايرويد هذا الازم خليه اشوفكم اياه هذا الاسم هذا سافكس شوان ارتفعنا سافكس؟ انحنا حافظه راح اضطيكم طبعا بالمحاضرة الجاية اسمعهم حتتتحفظوهن بسا سلا افصخلكم الكلمات وانا افصخلكم الكلمات اضطيكم بعض الكلمات لحفظ اول يعني سافكس والبرافيكس حتتحفظوهن هذا الاسم اسم معناها دزيز او مرض او حالة شاكوا كلما شوفوهن من نايتها اسم اسم معناها مرض زيان هايبر جدتي ببداية الكلمة عرفنا انه ارتفاع ثايرويد روت معناها الغد الدرقية واسم معناها كونديشن يعني الفكرة هنا انه الغد الدرقية نشطة زيادة عن النزم هايبر ثايرويد الغد الدرقية بيها نشاط عالي تمام لاي اسم معناها كونديشن الثايرويد معناها الغد الدرقية وهي روت احنا ها فيها لازم هاي روت هاي سافيكس وهاي برافيكس اذا قلنا هايبو ثايرويد ازم هايبو معناها انخفاض مجرد غيرنا اول مقطع بالكلمة اللي هو البرفيكس انقلب معنا الكلمة كاملة الى مرض ثاني صار خمول الغد الدرقية هايبر نشاط او فرط نشاط الغد الدرقية هاي هي الغد الدرقية شباب موجودة بمقدمة الرقبة هنا موضوع الغد الدرقية موضوع مهم بالجراحة يعني هاي لكم الشخص اللي يصنع عنده نشاط بالغد الدرقية الغد الدرقية ما تتكبر اذا شايفين واحد سهلة عند الغد السامع وتطلع علي بعض الاعراض اللي هي هاي انتفاخه من قدمة الرقبة سهولة جويتر وعيونها تطلع علي قدام بلجينجا اسي سهولها هاي هي هيلثي كل شي ما بها هاي الخد الدرقية صار بها هايبر ثايروديزم فرضت بالنشاط طلعت بها هاي المشاكل طلعت عندها انتفاخ برقبته وعيونها طلعت لي قدام هاي اللي شرحت لكم وياها قبل شوي اللي هي هايبو ثايروديزم هايبو معناها بيدو نورمول تحت الطبيعي خاملة هي برافيكس واحنا حافظيها قلنا الهايبر والهايبو هايبر معناها ارتفاع هايبو معناها انخفاض نحفظها نجني دائما بداية الكلمة ثايرويد روتز احنا حافظيه هو روت دائما يجي معناها الغد الدرقية والازم قلنا معناها هي حالة خمول حالة خمول الغد الدرقية هايبو ثايروديزم طبعا هاي صورة للثايرود كذلك وحالة الهايبو ثايروديزم اللي عندهم هايبو ثايروديزم يكونوا عادة خاملين صوتهم يكون خامل ما بهم حيل اطرافهم باردة جسمهم باردة تمام ما رأي دخلكم تفاصيل المرات راح تعرفوه وتدرسوه بعدين طبعا بس حتى تعرفوه شون يعني هايبر ثايروديزم هايبر ارتفاع ثايرود معناها غدد الدرقية لازم معناها هايبو ثايروديزم معناها انخفاض نشاط الغدد الدرقية او خمول الغدد الدرقية احنا خلصنا تقريبا الحد الان حتى نقول لكم فدنمتة بسيطة احنا شون نفصخ المصطلح الطبي لأجزاء حتى نقرأ بالمحاضرة الجاية راح أحكي لكم عن شغلات تحفظوها يعني تحفظون السافيكس كم واحدة تحفظوها الروتات تحفظوها والبروفيكس تحفظوها كلها حسب يعني نصائح الكوم حتى انتو شون تقرون المصطلح الطبي يعني انت هسا بدراستك بكلية الطب راح تقرأ هواي كلمات ورح تقرأ هواي كتب شلون انت ممكن تعرف معنى الكلمة بدون ما تروح لمترجم هذا موضوع مهم وممكن يختصلك وقت حتى يعني انت ممكن ما تروح طلع مترجم ممكن انت تعرف معنى الكلمة من خلال سياق الجملة أدنى ثلط طرق أول طريقة اللي هي أنا شخصيا أستخدمها اللي هي كنت أستخدمها يعني يعني شنو يعني انت شوفوا الجملة كاملة وفتهم جوز هاي الكلمة راح تتفسر عن طريق سياق الجملة راح أحطيكم اكسامبل المريض كان طبيب وصل للسرير ماته أنا هنا أصفان انت فاستايا المارخي عن شنو خلي كامل الجملة جوز افتهم بدون ما راح أطلع المترجم كامل وصف المريض باوع بالجهة الثانية ما باوع على الطبيب أول ما بدأ الطبيب بالتكلم إذا هساني شعرفت عرفت معناها المريض عن طريق هذا الوصف بدون ما أروح أروح أشوف المترجم عرفت إنه هستايل معناها المريض ضايج ما بيحيل بدون ما أروح أكتب بالغوغل شنو يعني هستايل أنا عن طريق الكلمات اللي موجودة بالجملة اللي وراها عرفت شنو كان قصده هاي الشغلات تحتاجوها إنه أنتو يعني الجمل اللي راح أتمر عليكم أو الدراسة اللي راح تدرسوها هواي فما ما أقول أنت دائما تروح تسوي كوغل وطلع ترجمة الكلمات ممكن أنت عن طريق سياق الجمل اللي وراها تفتهم هاي الكلمة اللي أنت ما فتهمتها بالبداية مثال ثاني نستخدم بيه هاي الطريقة مثلا مثلا أنا أعرف إنه المريض صارت عنده أعرفها يعني شهية بعد عملية ما أعرف عن شنو راح أترجمها لو أكمل خلفتهم جوزفتهم راح أكمل يحجي على المريض في يوم واحد في يوم واحد في يوم واحد أكل كمية من الوجبات تسوي ثلاث أيام من الوجبات أنا هسا من خلال هذا الكلام أعرفت شنو يعني فريشيس أبيتات أعرفت معناها أنه مريض كلش جوعان كلش عنده يعني خلينا نقول يعني شهية شهيتة مفتوحة جدا دا ياكل بشراها جريدي شرح إذن بدون ما أروح أروح أترجم أنا أعرفت معنى فريشيس هاي طريقة الأولى طريقة الثانية اللي إحنا استخدمناها بدراستنا ممكن إحنا نجي على المصطلح طبعا هاي نستخدمها إحنا بدائما بس يعني قصد إذا مصطلح جديد ما نعرفه مقاري قبل نجي نفسخه نشوف هاي الكلمة من شنو متكونه أنا عندي سافكس هو دائما من المصطلح الطبي المصطلح الطبي متكون من برافكس وروت وسافكس أوكي أنا عندي سافكس حافظهن وعندي برافكس حافظهن وعندي روت حافظهن ممكن تجيني كلمة الروت أنا ما عرفه بس أنا عرفة يعني السافكس حافظهن والبرافكس يعني هم حافظهن تمام هنا نجي إحنا كأننا مادة نحل بزل كأننا مادة نحل لغز يعني أول شيء نروح على السفكس اللي هو اللي يجي من نهاية الكلمة اللي هو اللوجي مثلا أنا أعرف اللوجي سفكس دائما يجي من نهاية الكلمة وأعرف اللوجي معناها علم فرصا إذا أحنا منعرف يعني شنه سايتو إحنا عرفنا الموضوع أنه هو يتكلم عن علم معين لأن السفكس منتالوجي مجرد أروح أطلع تعريف سايتو تمام أو مثلا هنا هذا المثال أوضح أنا أعرف معناها inflammation وأعرف بري معناها أراض وأعرف نيور معناها نير بس هذا المصطلح بري نيراتس أنا ما أعرف يعني شنه أنا مقاري بالكلية مقاري مثلا بس بما أنه أنا أعرف السفكس وأعرف البرفكس وأعرف الروت أنا صارت عندي فكرة أنه إحنا عن شنه نهجي يعني أنا أعرف أنه معناها inflammation إذن إحنا لنحجي عن التهاب أعرف البري معناها around إحنا لنحجي عن التهاب دائرة ما لا ألف شي وأعرف أنيور معناها نير إذن إحنا لنحجي عن التهاب دائرة ما دائرة العصب أنا هاي هذا الموضوع مقاري بس أنا عرفت عشو أنت نحكي ليش؟ لأنني حافظ السوفيكس وحافظ البروفيكس وحافظ الواتس هاي فكرة كلها إذا ما نجحت هاي الطريقة ممكن نستخدم إحنا الميديكال ديكشنري يعني إحنا أخير شي نوصل له نطلع الميديكال ديكشنري طام وسط طبيب ونبحث نعرف شن يعني هاي عبارة عن طلق ثلاثة ممكن إحنا بيها نعرف إحنا عشو أنت نحكي بدون ما نترجم إذا ما عرفنا نترجم أنا حتش أتبكم أهم شي تعرفوا بهذه المحاضرة أن المصطلحات الطبية متكونة من ثلاثة أجزاء أو جزئين اللي هي بريفيكس والروت والسوفيكس نحن لازم نحفظ بريفيكس ولازم نحفظ روتس ولازم نحفظ سوفيكس والمحاضرة الجاية رح أض 1920 رح أضعيكم إحنا شنون بمصطلح الطبي يعني يعني يكون حرفين متشابهات شنون اللي هي رح أضعكم إياها بمحاضرة جاية بس هاي مقدمة عن الفكرة المصطلحات الطبية وعن تفسيخ الكلمة الطبية وشنون احنا انشأناها وشنو هم أصل الكلمات اللي أريد أن أعطيكم فقط تحفظون الشسم مكونات المصطلح الطبي وتحفظون الشغلات اللي حجتها بالمحاضرة محاضرة جاية رح أضيكم معلومات أكثر يعني تستفادوا من عدها أكثر هاي مقدمة تعريفية لمادة المصطلحات الطبية تشاني لكم دكتور مصطفى كريم من منصة حاس أكاديمي أتمنى تكونوا مستفادته وإذا أعدكم أي فيدباك أو تعليق عن المحاضرة تقدرون تكتبوه بالسكريبشن بوكسين رح نسوي وأتمنى أنه حققنا الهدف من هاي المحاضرة أن تستفادون أخر شيء أحب أن أقول لكم أتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله رحلتكم بالجامعة مملوئة بالنجاح والتوفيق شكرا تزينا على وقتكم ونلتقي إن شاء الله بالمحاضرة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر